انا هموت متجوه يا ترى مين الفريزة اللي هتقع في ايدي النهاردة الازالة الصغيرة وهي بتاكل من العشب دي شكلها لزيز قوي 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 اه دي مليانة لحمة تشبع بطن الجعان تعالي هنا يا غزالة تعالي انا جعان هكلك والله هكلك انت ازاي بتنطي كده تعالي اه حجر حجر كبير اوي 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 اه بجلب توجعني اللي حصل لده كل ده علشان كنت ناوي اكل غزالة في الوقت ده الفيل كان ماشي في الغابة شاف الاسد واقع على الارض وده مسايل قاله مين اللي عمل فيك كده يا اسد قولي قولي مين عمل فيك كده عايز مساعدة اتكعبلتي والله يا فيل اتكعبلت بالحجر الكبيرة دي واقعتي على الارض وانا مدبوح كده ومجروح والدم سيل مني وانا جعان ممكن تساعدني قوم كده معايا ده انا هوصلك على مغارة صغيرة كده تستريح فيها لحد ما جيبلك لقمة كلها ادخل استريح شوية لحد ما جاء والنبي يا فيل ما تتأخرش اصل رجل تنزف نص ساعة وحتكون الحاجة عندك ما تقلقش كنت فين يا فيل الوقت ده انت قلقتني عليك والله بعدين اقولك حضريلي شوية اكل ولحمة ودوى وجروح والشاش وقطن في كارتونه علشان فيه حد ما استنيني بسرعة يلا استناني اديني جيت وحضرت كل اللي انت طلبته ربنا يخليكي لي وما يحرمنيش منك ابدا واتنا ايه في ميزان حسناتك يا اخوي أنا فرحان قوي قوي علشان هقدر أساعد الأسد وجبت له كل الحاجات اللي هو عايزها يلا حدخل فرحه بقى إيه كل الحاجات دي دي يا فيل ولا يهمك شوية لحمة وطعام والدواء علشان ترم عظمك خد ابدأ طهر جرحك وتصير كويس إن شاء الله وتكل لك لقمة جيش لهم إيدك والله مش عارف أقولك إيه آه وحشبني ريحت اللحمة مع الحليب ده إيه الفيل المغفل ده رح جاب لي كل حاجة ومش عارف إن أنا لما هبقى كويس هاكلوه بشبعة الحمد لله أنا تعبت قوي النهاردة حطلع ريح في السرير شوية ونملي كم ساعة وارجع أروح شوف الأسد عايزي فيها يوم فلافيلو فزعتيني أنت بتصرخ كده ليه إلحقني إلحقني ده فلافيلو تخطف إيه زي بخطف وطلب فدية مبلغ كبيرة ما تهدي شوية يوم فلافيلو عايزيني فكر بهدوء خلاص أنا حروح عند الأسد أطلب منه المساعدة وهو أكيد أكيد مش هيكسفني بعد اللي أنا عملته معاه ربنا يطمننا على الوقت قلبي واكلني عليه أنا حاسس إن أنا بقيت أحسن النهاردة بعد شوية أكيد الفيل حي يجي أهى الفيل جي إلحقني والنبي ياسد إلحقني إلحقني خطفه ابني الزئب خطف ابني فلافيلو طيب طيب هنشوف الموضوع ده لكن أنا عايزة أقولك حاجة هو في أهم من ابني فلافيلو قول 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 عايزيني أنا أنا كنت عايزة أقولك إني هكلا يا خسارة بعد الكل اللي أنا عملته علشانك جيت أكلني أنا كنت بعمل معك خير وده كان جزائي أنا آسف يا فيل معرفش إيه اللي حصل خلاص خلاص حسعدك وحرد لك ابنك ما تقلقش سمحني بقى طب يلا بينا نشوف الزئب ده احكايته خطف الود عندك ليه يا زئب مش عيب تتشطر على الأطفال الصغيرين وإنت مالك حشب نفسك معي ليه ده أنا هطينا عشتك لو ما فتحت القفلي دلوقتي وطلعت الود لابوه حاضر حاضر حافتح القفلي بسرعة أهو أهو مع السلامة مش هتشوفه وشي تاني مش عارف أقولك إيه يا أسد اللي عملته معايا ده كبير قوي قوي إن انت رددت لابني تعب عليك يا راجل ده احنا زي الإخوات متشكر يا عمو ده انت شجيع جدا ولا يهمك يا حبيبي بس عايز أقولك حاجة اوعى تطلع من البيت من غير أمك وأبوك ما يكونوا معاك اشترك يا é Versace ترجمة نانسي قنقر